مرحبا وضحياتي لجميع محمود درويش الشاعر الفلسطيني الكبير الروحل درويش صاحب الكلمات الشعرية الثورية والمتفجرة درويش أسطورة الشعر المقاوم وطبعا عملاق من عمالقة أدبنا الحديث درويش الشعر الملتزم الملتزم بقضايا وطنه وأرضه وشعبه لأن محمود درويش عاش ناذرا حياته للشعر وللإبداع وللنضال من أجل الوطن والإنسان أيضا محمود درويش هو مجدد في المجال الشعري هو شعر الحداثة الذي جدد في القصيدة العربية الشعرية وسعى من أفاق التعبير وسعى من أفاق الرؤية في داخل الشعر العربي الحديث ولنقول أن محمود درويش الشعر وتجربة درويش الإبداعية واقعا تمثل حالة فريدة ومتكاملة من ألوان الإبداع لأنها جمعت الالتزام إلى صدق في القول إلى الصراحة المتناهية إلى حرارة في الكلمة حماسة في التعبير قدرة رهيبة في الإلقاء ونبرة عالية في الإيقاع كل ذلك في تكامل عجيب ما بين الكلمة والصوت والمعنى وبداية فمحمود درويش من موليد عام 1941 ولد في الجليل طبعا في فلسطين بالقرب من ساحل عكة في سنة 1948 خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان لقربه من الجليل لكن العائلة ستعود متسللة إلى فلسطين بعد عام واحد لكن ستجد أن القرية مهدمة ويسكنها الأغراب القادمون من خلف البحار فهنا اضطرت الأسرة لمعايشة هذا الأمر الواقع المفروض فعاشت في قرية قريبة أو في قرية أخرى وهكذا بدأ شاعرنا الكبير رحلة لجوئه داخل الوطن طبعا قبل أن يعيشها كتجربة خارج الوطن في مرحلة لاحقة طيب بعد أن أنهى التعليم الثانوي سينضم حمود درويش إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل أيضا في صحافة الحزب وتعرض للاعتقال مرارا وتكرارا طبعا بسبب كلماته ومواقفه السياسية الجريا بعد ذلك توجه إلى الاتحاد السوفيتي السابق طبعا من أجل إكمال الدراسة وبعد هذه المرحلة انتقل إلى القاهرة وبدأت من القاهرة رحلة اللجوء خارج الوطن بعدها التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد تأسيسها ومن القاهرة انتقل إلى بيروت ليكمل من هناك مسيرة النضال لكنه طبعا يعني اضطر اضطر للخروج من بيروت بعد حصار بيروت الشهير ليعود تائها منفيا في بلاد العالم إلى أن أتت مرحلة التسعينيات وأكل ذلك الحديث عن قطار السلام المنطلق بسرعة ففي أوائل التسعينات تم انتخاب درويش كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لكن ما لبث أن استقال منها طبعا احتجاجا على اتفاق أوسلو ومعاهدة أوسلو كما أنه رفض بعد ذلك منصب وزير الثقافة الذي عرضته عليه السلطة الفلسطينية في حينه طبعا لي محمود درويش العديد من الدواوين منها على سبيل المثال هنا للحصر مثلا عاشق من فلسطين محاولة رقم سبعة لا تعتذر عما فعلت أيضا بطاقة هوية أيضا جدارية ديوان أثر الفراشة وغيرها من دواوين وأعمال سواء نثرية أو شعرية طبعا إضافة إلى مئات القصائد والمقالات المختلفة طيب الحديث عن قصائد محمود درويش فباختصار شديد لنقول أن قصائد درويش هي بمثابة صرخة إنسانية معلنة ومدوية صرخة تحاول أن تثبت القيم الإنسانية والقيم الحياتية لكل إنسان قيم أساسية في حياة كل إنسان يعني كمثل حق كل إنسان في الحياة الحق في الحياة كمثل حق كل إنسان في أن يكون له وطن كمثل الحق في الحرية ولذلك طبعا تغنت قصائد درويش بالإنسان المقاوم لأن هذا الإنسان المقاوم هو التجل الناصع لكل هذه القيم الإنسانية فهذا الإنسان المقاوم هو الذي يرفض كل ألوان التعصف هو الذي يرفض الظلم وسلب الحقوق هذا الإنسان المقاوم هو الرافض للعنف وللموت هذا الإنسان المقاوم هو الذي يطوق إلى الحرية أكثر من غيره وطبعا إلى الوطن إلى مرابع الطفولة هذا الإنسان المقاوم الذي يطوق إلى السلام أكثر من غيره لبل من أجل السلام امتشق البندقية فهذا هو شعر محمود درويش شعر مقاوم وطبعا فلسطين احتلت كيان درويش بالكامل لأن فلسطين هي الأم والرحم وهي الملهمة ولذلك من الطبيعي أن يطالعنا وجه فلسطين في كل قصائده ممكن أن نرى هذا الوجه في وجه الأم ممكن أن نرىه في وجه الحبيبة في كل شيء كذلك الإنسان كان بالنسبة لمحمود درويش أيضا كان الإنسان همه الكبير وشغله الشاغل لأنه بكل بساطة أرض بلا إنسان لا تعني شيئا أرض بلا إنسان لا تعني أي شيء تماما كما أن إنسان بلا وطن هو إنسان تائه بلا هوية طيب لنقرأ شيء من شعر درويش ولتكن البداية من قصيدة سقط القناع والتي يشكو فيها تلك الحسرة طبعا من من ذلك الزمن الرديء زمن الردة والتخاذل وأيضا يحث فيها على مواصلة الكفاح والنضال حتى باللحم الحي حاصر حصارك لمفر حاصر حصارك لمفر سقطت ذراعك فالتقتها واضرب عدوك لمفر وسقطت قربك فالتقتني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر وحر وحر قد لاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لمفر أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلا كفي هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد لا أحد لا لا أحد سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا سقط القناع عن القناع سقط القناع أيضا لنقرأ شيء من قصيدة عابرونا في كلام عابر أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة واصرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا صقف السماء أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فاخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشأ أيضا نقرأ جزء من قصيدة ونحن أيضا نحب الحياة ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شهيدين ونرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلة ونصرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلة نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا أيضا بضعة أبياد من قصيدة تنسى وكأنك لم تكن تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الليل تنسى تنسى وكأنك لم تكن شخصا ولا نصا تنسى إلى آخر القصيدة مع مقتطفات من رائعة لاعب النارد أو لاعب النارد هذه القصيدة التي وصل بها درويش إلى أعالي قمم الإبداع في الواقع هي قصيدة ذات بعد فلسفي يعني عميق جدا فيسير محمود في هذه القصيدة من منحدر الخواء إلى قلق الكينون وإلى اللامعنى القابع بين جبلي الوجود والعدم فنقرأ مقتطفات من القصيدة الطويلة نسبيا من أنا لأقول لكم ما أقول لكم من أنا لأقول لكم ما أقول لكم وأنا لم أكن حجرا سقلته المياه فأصبح وجها ولا قصبا فقبته الرياح فأصبح نايا أنا لاعب النارد أربح حينا وأخسر حينا أنا مثلكم أو أقل قليلا ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات ولدت بلا زفة وبلا قابلة وسميت باسمي مصادفة وانتميت إلى عائلة مصادفة وورثت ملامحها والصفات وأمراضها ليس لي أي دور بما كنت كانت مصادفة أن أكون ذكرا ومصادفة أن أرى قمرا شاحبا كان يمكن أن لا أكون كان يمكن أن لا يكون أبي قد تزوج أمي مصادفة أو أكون مثل أختي التي صرخت ثم ماتت ولم تنتبه إلى أنها ولدت ساعة واحدة ولم تعرف الوالدة من أنا لأقول لكم ما أقول لكم ولست سوى رمية نردي ما بين مفترس وفريسة ربحت مزيدا من الصحولة لأكون سعيدا بليلة المقمرة بل لكي أشهد المجزرة لا دور لي في حياتي سوى أنني عندما علمتني تراتيلها قلت هل من مزيد وأوقضت قنديلها ثم حاولت تعديلها من أنا لأقول لكم ما أقول لكم هو الحظ والحظ لا اسم له قد نسميه حداد أقدارنا أو نسميه ساعي بريد السماء نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد نسميه خادم آلهة من أساطير نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الأوليمب من أنا لأقول لكم ما أقول لكم كان يمكن أن لا أكون أنا من أنا كان يمكن أن لا أكون هنا كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا ومن حسن حظي أني نؤوم الضحى فتأخرت عن موعد الطائرة كان يمكن أن لا أرى الشام والقاهرة ولا متحف اللوفر والمدن الساحرة كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساهرة كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عابرة كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة ومن حسن حظي أني أنا موحيدا فأصغي إلى جسدي وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم فأنادي الطبيبة قبيل الوفاة بعشر دقائق عشر دقائق تكفي لأحياء مصادفة وأخيب ظن العدم من أنا لأخيب ظن العدم من أنا؟ من أنا؟ وشكرا وإلى اللقاء